انت فكر مباراة الاهلي وكتوكو طبعا هنا ولا هناك أولينية كانت هنا 3-0 3-0 انت شفتها ازاي المباراة دي من أحلى النهايات اللي لعبناها وأصعبها في حاجة واحدة إنه كان أول نهاية أفريقة ده نلعبه و 3-0 مباراة ممتعة ما كنتش بتلعب فريق كنت بتلعب منتخب غانا منتخب غانا فريق 11 حاول في الملعب بالظبط احنا المباراة دي حوالي 12 دقيقة احنا ملناش دعوا مباراة لو حضراك فاكر بدايتنا 12 دقيقة احنا مش موجودين في مباراة سبحان الله 3-0 12 دقيقة وإكرام النجم من مباراة وكافة إن إكرام النجم من مباراة وإحنا لسا ما دخلاش من مباراة رهبة النهاية برضو ما كانتش قليلة طبعا شكل الجماهير والإستاذ حاجة حاجة مرعبة وتلعب فريق جامد قوي لكن الحمد لله 3-0 طبعا حضرتك البصمة على الثلاثة تقريبا وكانت مباراة ممتعة وأحرصت هدف الثاني أنا كتت مباراة حلوة قوي وكان نهائي رائع لدركة أنا فاكر بعد مباراة فريق كتوك وخارج مباراة كافة المصطفى مش مصدق إنه تغلب ثلاثة إحنا وإحنا بنسخن يا علاء إحنا المباراة كانت الثلاثة لربا انت فاكر سخننا نزلنا عملنا الورمينجة قب بتاعنا في الملعب الساعة كام؟ اتنين لربا اتنين لربا ساعة من القلق من القلق أنا لقيت الفرقة نازلة كنت أنا واقف أنا والحطيب على الباب لقيت الفرقة بتاعت كتوكو لابسة على الميديل الميديل البيضة ولابسين الجيزة من الستارز الألمونيوم ده ونازلين وبيغنوا من على السلالم من فوق لتحت والسلالم كانت أسمنت على فكر ده الهدف طبعا ده الهدف الأول ده الهدف الأول عاملين زي فيلت ومكلسوم نازلين ونغمة واحدة وبتاعه الكلام ده كله فأنا قلت كابتن جهري كابتن جهري بالضبط كان عامل زي بيجوع أسد تلات اربعة تيام بيفتح له الباب وفتحه على فرخة إحنا عملنا كده بالضبط إحنا نزلنا الجمهور كان حاجة تفرح ساكل غريب حاجة رهيبة فبقول له يا خطيب أحنا نعمل إيه فليت أول عشر ده أنا نازل مش مستوي بالفدقة بتاع بكرة كده بينقلوا على الأرض حاجة رهيبة جدا يا دوبك إحنا جبنا الجول أولاني فقلت الخطيب لازم نلعب ضغط عليهم حتى الجول اللي أنا عملتوا ليك إنت أنا كنت الناس كتفهموا أنه في صايد لأ ده أنا جاري من وراهم واخد عرض الملعب إيه المشكلة أنا حضرك روحت هنا إزاي ما بتحصلش وأنا عشان عاوز أهرب من الباك الباك بيضرب جامد قوي وفي كل كرة بيأخدها أنا قلت لأ لازم أعرفه أن أنا مباعب بس أنت عملت هدفين ناحة اليمين والهدف أن أنا حرسته كان ناحة الشمال ناحة الشمال وعملته يعني كل ده توفيق ما ربنا سبحانه وتعالى لما عملت لك الكرة ديت أنا قريدي بعملها ساعات أحيانا جامد لأ ده أنا عملتها يا دوبك بحيث تحدي من بين الاتنين توصلك وانت كمان عملتها أحلى وأحلى وقليت منظر لهدف جميل قوي بسمال بسمال طيب المباراة تانية في كوتوكو لما رحنا وعشنا حياة صعبة قوي جدا أنا فاكر بقى فاكر موقف أنا في اليوم ده يوم ما صحونا ستة الصبح جماهير كوتوكو وكل واحد ماسك حديدتين وبيخبط صفيحة وحديد ويخبط من ستة الصبح على أساس من الصحاب أدري وانا ما نعرفش النام ومفعلنا طبعا صحينا كلنا طبعا صحينا كلنا وطبعا في ناس اتخضت أنا واحد منهم على فكر أنا كنت بسة يعني كنت أزر واحد في الفريق كنت معك تربيع ده أنا نمت أنا نمت بحردش معك حضرتك نمت أنا كنت لا أنا قمت مغضوط جدا كان معاك بتربيع سين وطبعا ألأ من ستة الصبح لكن الحمد لله ربنا كرم متعدلنا واحد واحد إناك وكان هما كمان برضو يا كابتن كان عندهم أمل كبير قوي ان هما يكسروا يعوضوا يعوضوا هما مش متخيلين ان في فريق في أفرافيا انت شبت الحبس اللي حبسوا هنا في الباس في الباس أه طبعا وما دخلنا شبت الليبس خالص هو حاول يعمل معاك كل حاجة ان تنزل الملعب انت مش شايد خالصا